ترجمة نانسي قنقر تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن قمة حلف النيتو الخامسة والسبعين وسط تحديات عديدة تواجه الحلف يأتي على رأس هذه التحديات الحرب في أوكرانيا والنفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهادي والهندي والإنفاق الدفاعي لدول الحلف بدون شاك نحن نحتفل خمسة وسبعين سنة من هذا التحلف وهو حلف قوي جدا ممكن أقوى من أي وقت مدى رأينا منذ سنة اندمام بلدين سويد وفنلندا للهلف نحن نرى التنسيق بين كل الدول كل العضاة في الحلف حول المساعدة اللازمة التي نحن نقدمها إلى أوكرانيا ولكن أكثر من ذلك هذا الحلف الآن في هذه الزكرة الخمسة وسبعين لازم ننظر إلى المستقبل وحضر إلى واشنطن مسؤولون عدة من عشرات الدول الحليفة والشريكة إلى جانب آلاف الصحفيين والمراقبين من مختلف دول العالم للمشاركة في تغطية أعمال القمة وتتضمن أجندة اجتماعات قمة النيتو المنتدى العام للحلف على مستوى الرؤساء ورؤساء الحكومات والذي يناقش مختلف القضايا الدفاعية كما تعقد جلسة مشتركة تضم شركاء الحلف عبر المحيطين الهادي والهندي وفي الاتحاد الأوروبي إضافة إلى جلسة خاصة عن الحرب في أوكرانيا وتشارك مملكة البحرين في هذه القمة بوفد رفيع للتأكيد على تعاونها مع الكيانات الدولية في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية من أهم شركاء لدينا في شرق الأوساط المملكة البحرين لأن كما رأينا من حوار بحرين وكل الجهود التي تبذلها المملكة البحرين بحرين تلاعب دور جوهري بالنسبة لإستضاعفة مثل القوة الخمسة من الولايات المتاهدة إذن بدون شك مملكة البحرين تلاعب دور مهم بالنسبة للإستكرار والأمن في المنطقة ولذلك نحن نرحب حضور بحرين في هذه القمة هذه السنة واحتفل المشاركون بمرور 75 عاما على تأسيس النيتو تأكيدا لقوة الحلف واستمراريته والتزام المشاركين فيه تحديات كثيرة تواجه حلف النيتو في قمته الخامسة والسبعين بواشنطن لكن الولايات المتحدة تبدو واثقة من قدرة النيتو على مواجهة التحديات وصفة إياه بأنه أحد أقوى التحالفات في التاريخ رامي جبر تلفزيون مملكة البحرين واشنطن